بسم الآب والإبن والروح الكدس الإله الواحد آمين نبوات يوم الجمعة من الأسبوع السادس من الصوم الكبير وأيضا من صفر أيوب الصديق بركته المقدسة تكون معنا آمين فلهذا اضطرب قلبي وخفق من موضعه اسمعوا سمعا رعد صوته والدوي الخارج من فمه تحت كل سماوات يطلقها كذلك نوره إلى أطراف الأرض بعد يزمجر صوت يرعد بصوت جلاله ولا يؤخرها إذا سمع صوته الله يرعد بصوته عجبا يصنع عظائم لا ندركها لأنه يقول للثلج اسقط على الأرض كذا الوابل المطر وابل أمطار عزه يختم على يد كل إنسان ليعلم كل الناس خالقهم فتدخل الحيوانات المآوي وتستقر في أوجرتها من الجنوب تأتي الأعصار ومن الشمال البرد من نسمة الله يجعل الجمد وتتضيق سعة المياه أيضا بري يطرح الغيم يبدد سحاب نوره فهي مدورة ومتقلبة بإدارته لتفعل كل ما يأمر به على وجه الأرض المسكونة سواء كان للتأديب أو لأرضه أو للرحمة يرسلهم أنصت إلى هذا يا أيوب وقف وتأمل بعجائب الله أتدرك انتباه الله إليها أو إضاءة نور سحابه أتدرك موازنة السحاب معجزات الكامل المعارف كيف تسخن ثيابك إذا سكنت الأرض من ضيح الجنوب هل صفحت معه الجلد الممكن كالمرآة المسبوكة علمنا ما نقول له إنا لا نحسن الكلام بسبب الظلمة هل يقص عليه كلامي إذا تكلمت هل ينطق الإنسان لكي يبتلعه والآن لا يرى النور الباهر الذي هو في الجلد ثم تعبر الريح فتنقيه من الشمال يأتي ذهبا عند الله جلال مرؤوب القدير لا ندركه عظيم القوة والحق وكثير البر لا يجاوبوا لذلك فالتخفه الناس كل حكيم القلب لا يراعي مجدا للثالوس القدوس إلهنا إلى أبد الأبيدين كلها آمين